بعض الناس يسقضون في الصباح الباكر في محاولة لإنجاز بعض الأعمال لكن ينتهي بهم مطاف في قضاء ساعات مليئة بالكسل دون الانتهاء من إنجاز شيء مهم فاتت الصباح هي من أكثر الفترات نشاطا وإنتاجية عند معظم الناس وبالتالي من المفيد استغلالها في الانتهاء من الأعمال التي تحتاج إلى جهد عقلي والكثير من التركيز في هذا التقرير جمعنا لك بعض النصائح التي ستجعل صباحك أكثر نشاطا أولا تعرف على الأسباب التي تجعلك تستيقظ مبكرا يقول الدكتور مايكل سيجار من جامعة ميتشن أن كل فعل يقوم به الإنسان ومنه الاستيقاظ مبكرا يحتاج إلى دافع يجب على الإنسان أن يعرف الدوافع التي تجعله يقوم بأفعال معينة وتنمية هذه الدوافع وتذكرها دائما قد تمتلك أفضل خطة للاستيقاظ مبكرا كل يوم لكنك لا تمتلك الدافع الكافي للقيام بذلك النتيجة أنك لن تصديع القيام بالأمر لفترة طويلة دون انقطاع ثانيا مارس الرياضة عند شروق الشمس الرياضة عند الاستيقاظ تزيد نشاطك في الصباح بشكل كبير بإضافة إلى أن الرياضة مهمة بشكل عام لتنمية قدراتك الجسدية والعقلية إلا أن الرياضة في الصباح مهمة لأنها تعود على الجسم بالقيام من أشاطة بدنيه يستهلك الكثير من الطاقة في هذا الوقت وبالتالي لن يكون لدى جسدك مشكلة في القيام بطاقة الاستيقاظ مبكرا يوميا ثالثا الاستيقاظ مبكرا يبدأ من الليل إن كنت تناولت الكثير من الطعام على مائدة العشاء أو استيقظت لفترات طويلة من الليل تشاهد التلفاز أو تستخدم الانترنت وتصفح شبكات التواصل الاجتماعي لا تتوقع أن يكون استيقاظك مبكرا التخطيط الاستيقاظ مبكر يبدأ من الليل وبالتالي عليك النوم مبكرا وإذا كنت جائعا تناول طعاما خفيفا قبل النوم وابتعد عن مشاهدة التلفاز قبل النوم مباشرة رابعا اجعل اطفاء المنبه صعبا كثيرا ما نضبط ساعة المنبه على ساعة معينة ثم ينتهي بنا المطاف بإطفاء المنبه وعدم الاستيقاظ في هذا الوقت حاول أن تجعل من الصعب عليك إطفاء المنبه مثل أن تجعل المنبه بعيدا عنك وهذا يتطلب أن تقوم من مكانك لإطفائه وهو ما يساعدك على الخروج من دفء السرير وحالة التركيز في النوم خامسا قم بعمل الأشياء الأهم أولا لا تضيع فترة الصباح في القيام بأشياء غير مهمة مثل تصفح شبكات التواصل الاجتماعي أو الرد على البريد الإيكتروني والتواصل مع الأصدقاء من الممكن تأجيل تلك الأمور لفترات المسهى حاول التركيز على الأشياء المهمة فقط مثل الرياضة أو الانتهاء من الأعمال التي تتطلب التركيز سادسا احصل على ساعات كافية من النوم متوسط نوم الشخص العادي يتراوح من 6 إلى 8 ساعات يوميا والأفضل كما يقول المتخصصون في هذا المجال هو أن تنام 8 ساعات كاملة هذا سيساعدك على الاستيقاظ مبكرا بنشاط وعدم الشعور بالرغبة إلى السرير حاول أن تنام مبكرا حتى تحصل على القدر الكافي من النوم سابعا استيقظ في نفس الوقت كل يوم الاستيقاظ في نفس الوقت سيجعلك مع مرور الوقت لا تحتاج إلى المنبه للاستيقاظ مبكرا الاستيقاظ في نفس الوقت يوميا سيجعل هذا الأمر عادة بالنسبة إليك وسيتعود الجسم على الخروج من حالة النوم وبالتالي لن تكون لديك مشكلة في الاستيقاظ في نفس الوقت ثامنا عرض نفسك لضوء الشمس عند الاستيقاظ عندما تستيقظ من النوم حاول أن تفتح النوافذ لدخول ضوء الشمس إلى الغرفة غالبا ما يكون البيت مظلما في الصباح بسبب النوافذ المغلقة طوال الليل حاول أن تغير هذه العادة بفتح النوافذ وتعريض نفسك للهواء النقي في الصباح وكذلك ضوء الشمس تاسعا قم بتحضير جدول أعمال في المساء تحضير جدول الأعمال في المساء سيجعلك أقل عرضة للتشتت في الصباح وإيضا قم بكتابة العناوين العريضة للأمور التي تود القيام بها في اليوم التالي وبهذه الكيفية تستطيع التركيز بشكل كبير في مهامك الصباحية دون القلق حيال ما ستقوم به ترجمة نانسي قنقر